السلام عليكم هنعمل مع بعض النهاردة بطة رستو في الفرن بشريح البرتقان هنحتاج مع بعض بطة دي تقريبا بطة وزنها 3 كيلو منضفينها كويس جدا مخصولة بالميا والملح والخل والدقيق منضفها كويس من بره ومن جوه هنحتاج للتدبيلة زيت وهنحتاج صيق سوس وهنحتاج كمان عصير 3 لمونات كبار والتوابل بتاعتي اللي معايا هتبقى معلقة كبيرة إرفة ومعلقة كبيرة كمون معلقة كبيرة زعتر معلقة كبيرة بهارات وكسبرة نشفة وملح وفلفل هنخلط كل المكونات دي مع بعض ونتبل بيهم البطة كويس قوي من بره ومن جوه ادي الزيت هننزل عليه بعصير 3 لمونات وكل التوابل البهارات والزعتر والملح والكسبرة والفلفل والقرفة والكمون هنقلب التوابل كلها مع بعض هننزل عليهم بالصيا سوس هنقلبهم كويس ونبدأ هنا علشان خاطر اتبل البطة طبعا مش مفيش ان انا اتبل ما بين الجلد واللحم لان البطة مش بنعرف نوصل الجلد عن اللحم فانا عملت فيها شقوق في السدر بتاعها بحيس التدبيلة بتاعتي توصل لكل حتة فيها لللحم من جوه وكل حتة تبقى واخدت طعم بتاعي بتاع التوابل والبهارات اللي انا حطتها هاخد التدبيلة عندي وهتدبل بيها البطة من كل حتة هدخل التدبيلة جوه الشقوق اللي انا عملتها دي كويس قوي هتدبلها من صدرها كويس جدا جدا هدعكها جامد عشان التدبيلة تتخلى للجلد بتاعها هتدبلها من السدر وكمان من الظهر كويس قوي هحميها بالتدبيلة بمعنى صح يعني هحميها بالتدبيلة هتدبلها من جوه كويس بالشكل ده زي ما انتو شايفين هدعكها كويس جدا جدا انا عايزة التدبيلة توصل لكل حتة فيها والمفروض البطة دي تبات ليلة كاملة في التلاجة وخلال الوقت ده ابقى قلبها مرة على الناحية التانية لو انا سايبها على ظهرها ابقلبها على صدرها خلال الليل فالمفروض ان انا هسيبها ليلة في التلاجة انا هنا غلفتها بكيس بلاستيك وهدخلها التلاجة انا مرضتش احطها في ورق فويل علشان ما تفعلش مع الملح والتوابل اللي موجودة معاها انا هسيبها كده طول الليل وهقلبها بس مرة واحدة خلال الليل هنا كده طلعتها بعد ما قعدت ليلة في التلاجة وقلبتها دلوقتي هبدأ في خطوات التسوية اللي عندي هنشوف هنحتاج ايه علشان التسوية محتاجة معايا جزرتين كبار مكعبات ومحتاجة بصلتين كبار مكعبات وبرتقانة شرايح وعود رزماري ولو مش موجود مفيش مشكلة وعندي ملح وعودين ارفة وورق لورة وفلفل اسود وحوالي عشر فصوص حبهان هخلط كل المكونات دي مع بعض كويس قوي وهبدأ احشي بيهم البطة بتاعتي كل دي نكهات هتعززلي جدا جدا الطعم في البطة هحط بقى كل البصل والجزر وعود الارفة وحط شرايح البرتقان كل دي حاجات هتديني نكهة جميلة جدا جدا في البطة هنا انا خلصته وحشيت البطة كويس وكمان حطيت شرايح البرتقان فوق ودلوقتي المفروض اغلفها بورق الفويل انا طبعا هنا حط ورق فويل بس انا حطيت شرايح البرتقان عشان تفصل لي ما بيني ورق الفويل والبطة ما يبقاش ورق الفويل ملامس لجلد البطة لان ده مش صحي طبعا فانا كان اللي قادر اعمله اني حطيت بس شرايح البرتقان فوق وهنا هنقطه مهمة جدا لازم اقفل بورق الفويل كويس قوي 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 ماسمحش للبخار يطلع من اي حتة خالص في البطة خالص البخار هو اللي هيسويه البطة دي البطة دي تقريبا ما خدتش اكتر من ساعتين في الفرن بالزبط ساعتين وطلعت اهي قدامكم مستوية تماما تماما وانا بنقلها بتاعها اصلا كنت خايفة تتمزع مني كانت مستوية تماما ودي ممكن نقدمها كده هي خلصت بالف هانا وشفا ممكن نقدمها مع رزب الكاريب رزب بسمتي او ممكن نقدمها مع رزب الخلطة بتبقى ظريفة جدا وممكن كمان نقدمها مع محاشي مشكلة اه وبالف هانا اشتركوا في القناة